تبلي جملة باجا كملها. ليه جملتك اللي شددت عليها خايف على الاهل من الانتحامات. خايف على الاهل من ضغط المباريات. حاسس ان كان فيه اصابات هتيجي. عشان ضغط مباريات كان كبير جدا. ومش ضغط مباريات بس دايما لعبت النادل الاهل بعد ضغط عليها زيادة شوي. زي بقولك دايما ضغط مباريات مش ضغط مباريات بس. مباريات انت مطالبة لك تكسب. وتكسب عايز تعمل عرض كويس. والمباريات ورا بعض على طول. المباريات كتير جدا. وبعدين ما شاء الله لعبتك. لو بصيت مثلا النهاردة يا هاب. منتخب مصر. منتخب أولمبي. وإصابات. كمية إصابات مش طبيعية كتير جدا. مش عايزة مش عايزة كان فيها كتير. عشان ناسبول أسبابها ايه. مش أسبابها ايه. وتخش في مواضيع كده. بقت شوية. لكن هي بتحصل على فكرة. بتيجي عليك كده. ورجعت بكل سنة كده. بتيجي عليك يعني شهر او اسبوع ولا الحاجة تلاقي إصابات. مش طبيعية. بالزبط في تلاحم. بالزبط اهام. فيهم الناس يقولك لا اكيد في حاجة غلط في حاجة. لا ما فيش حاجة خلص خلص خلص. الجهاز الطبي لا مدالب. لا 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 لا. طبعا. النادي لقى الحمد لله ما شاء الله جهازه مفهوش غلطة ما شاء الله. كلهم بيشتغلوا صح. وكلهم مجموعة واحدة. وكلهم بيشتغلوا بأحدث أس علمية موجودة. يعني عايز اقولك انه ما ينفعش فيه تمرينة بتبدأ يا هاب. غير اللي ما مسل الكارترون بيقعد مع الجهاز الطبي كله. ومع الجهاز كله. النادي الاهل. بيشوف حالة الإصابات ايه. اللي بيتطمن ده يرجع امتى ده مش هيرجع امتى. بيراجع كل الحمد للتدريب اللي حصل الاسبوع. او حالة اللي يحصل الاسبوع الجاي. او يحصل من الجايين. ويحط الماتشاط. فلا كل حاجة معمولة صح. لكن بيحصل. انك بيجي لك وقت إصابات كتير. لكن برغم كل الاصابات. وارتبطات لعيبتك. وكل ده. لكن. تقول ايه. الحمد الله اني لسه برطة انت عندك لعيبت النادي الاهل. عندك الحمد الله. لما ينكلم مباراة النهاردة. لو يعني هنحف نتكلم. اه. اه. ما نقولك لما نتكلم عليه. اه. يبقى انا هبدأ الطبيعي من مباراة الاتحاد. لازم. ومباراة ما عرفش بقى نتيجتها كانت بالنسبة لك مفاجأة. ولا كنت متوقع ليه حصل دروب. وهلا كنت متوقع كنت متوقع دروب بربعية. قبل ما نبدأ انتكلم على مباراة لازم حاجة مهم. نبارك الجمهور الاتحاد. وجهازه الفني. وجهازه الاداري. ورئيس النادي وكل العطاء. ده مبدئيا لازم نعمل دي. تمام. مبروك على تلات نقاط. مهمين جدا. انا كابتن حلم طبعا طبعا وجهازه. مهمين جدا تلات نقاط الاتحاد. على الجانب الاخر بقول. الاهل خسر تلات نقاط غير مستحق. يعني الاهل في المباراة دي ما يستحقش الهزيمة. اه ممكن الاداء ما يكونش الاداء الحلو قوي. لكن انت لو شفت المورها ايها بقيت شفتها طبعا كم فرص ضايع كتير او من الاهلي. اربع فرص او خمس فرص من الاتحاد بيسجل منها. كويس. هو ده التوفيق من عدم التوفيق. اه في التوفيق. بس الاتحاد انا اللي بروح. وانا اللي دايما بزيد. انت مش يعني مش قادر تجيبني. اما بتجيبني بفرق. بالضبط. لكن حتى. وبالتالي ما بيحصلش مرة واتنين وتلاتة مع الاهل في مباراة. اما هو ده لم حتى لما بفرق معك تلاتة. اما فرق معك تلاتة واحد. انت بتحاول تحصل. كلما تحاول تحصل ووصبا عنك. بيحصل هدف. اه فيه اخطاء على فاكرة. عشان بس ما نقولش ان احنا كنا كنا ممتازين في مرة. لا لا. فيه اخطاء واخطاء دفاعية كتير جدا. واكيد مستكترون بيتكلم فيها ويتكلم فيها. لكن انا بقولك عليه. رغم كل اخطاء دي يا اهاب. لو اهدافك اللي انت جات لك او الفرص اللي جات لك اتحققت مكنش تخسر مباراة. رغم كل اللي بقولك عليه ده من اخطاء في اليوم ده. لكن كنت ممكن تطلع كذبان. لكن هو زي اقولك. واضح ان كان لازم يحصل حاجة. يحصل دروب اللي انتو تكلم عليه. مباراة كده تقع منك. اللي هو. عندك تفسير. ان بداية مباراة الاتحاد. وبداية الترسانة. الاهل يدخل فيه هدف مبكر. اه لا. معنى دي غريبة. متشين ورابعة. بالزبط. غريبة. مبكر. لأ ما انا هزقف عند نقطة. انا معاك كابتر على ما يهوب. قول. يعني لازم اقديله حاجة زي كده. انا نفسي يعني عايز لها تفسير. مباراةين ورا بعد. مباراة بتلعب تعتبر بالتشكيل الاساسي. ومباراة بتلعب بالتشكيل البودلاء. وان كنت كلمة البودلاء يحبش اسمعها في النادي الاهلي. ولكن بتلعب في مباراةين ورا بعد. مباراة في الدورة ومباراة في الكاس. وفي كلا المباراةين هدف مبكر في النادي. عشان انت بادي كاسلين. بادي كاسلين. مش بدايتك. دايما احنا نتكلم عن البدايات يا هاب. قولك الاهلي بادي النهاردة ضاغت. الاهلي هو اللي عايز يكسب. الاهلي بدور على الهدف. حتى مباراة ترسانة النهاردة مع كل احترام والتأديل اللي ترسانة عن مباراة هيلة النهاردة. بصراح. بادي بيلعب ضغط علي عليك. بالزاب. كارتن عمر ابو مسلم كمكان حضرك مبارح. باقول له كابتن كوشري لازم يدي ثقة اللعبته. اول خمس دايق هيلعب ضغط علي. فقال لي استحالة. مش هيطلع من نص الملعب. هو عارف اللعب عليك ضغط علي ليه. هو ايه اللي هيخسره النهاردة كوشري. ولا حاجة. هو مش خسره حاجة. عشان كده بيلعب. اقصى حاجة مع النادي الاهلي. ضغط عليك. ضغط عليك من قدام خالص. حيطة ان هو جاب هدف بعمالك بعمالك. صدى صعوبات. لعبتك النهاردة فترة طويلة قوي. ودي على وقفة ان هو عشان يخش في مورا. كمية اخطاء في التمرير يا اهاب. لو جمعتها النهاردة. تطلع اخطاء موسم كامل. في مورا واحدة بس. ودي كانت العلامة. اللي واضح. النهاردة ولا على الاتحاد. النهاردة. طب النهاردة ممكن نقول ان ان التيم.